اهلا 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 ازايكو عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة في الفيديو هنرسم بنت بس هنرسمها من غير نسب زي ما رسمنا قبل كده في فيديو فات رسمنا راجل بالنسب موضوع النسب مش سهل قوي على كل الناس وممكن في حد يعني يحس انهم ممل فالطريقة دي هتعجبكو جدا يلا بينا نبدأ الفيديو ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك على الفيديو ده تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يلا بينا نبدأ طريقة رسم الاشخاص من غير محدد النسب بتعتمد شوية على اني احدد مفاصل الاشخاص برضو انتو لو جربتوا طريقة النسب دي هتعجبكو جدا لان هي مرة في التانية بتلاقي ديكو زبطت قوي زي ما انتو شايفين رسمت الراس وحددت الدايرة مكان الرقبة ودايرة مكان الكتف الشمال والكتف اليمين هنزل بيهم بشكل كده زي شبه منحرف او مستطيل يعني الاطراف بتاعته واخدى زاوية وبعد كده هنزل علشان اعمل الجزء بتاع الوسط هقفل الجسم من تحت بالشكل ده وهحدد اليد زي ما انتو شايفين ادي المفصل بتاع الكوع وبعد كده هحدد اليد واليد بتكون في الجزء ده هبدأ احدد الرجل عملنا هنا المفصلين بتوع الحود وبعد كده هنزل على مفصل الرقبة هنزل بالساقين وبعد كده احدد المفصل بتاع القدم شايفين قد ايه سهل الموضوع ولما تكرروا كتير قوي هتحسوا انتو اصلا مش عايزين تعملوا كده وهترسموا من غير ما تعتمدوا على اي طريقة هبدأ ان انا احشي بقى الاماكن دي وازبط الشكل بتاعي طريقة النسب ممكن نستخدمها مثلا لو بنرسم مودل او كده بيزبط معانا الشكل اكتر وبيخلي شكلها يعني نوعا ما متقسمة تقسيم مية في المية صح الطريقة دي ممكن نستخدمها لو احنا بنرسم في امتحان علشان بتطلع الشكل يعني سريع من غير معود احسب مقاسات وكده فسهلة جدا تقدروا تستخدموها لو انتو داخلين امتحان او بترسموا تعبير فني او اي حاجة عايزين ترسموا بنت عايزين ترسموا فستان تبقى سهلة جدا زي ما انتو شايفين كده حددت الرجل سهل جدا وما فهوش اي حاجة هجيب استيكا وامسح كل التفاصيل دي علشان نبدأ نعمل للبنت دي شكل ونلبسها فستان او اي او تفات كده يكون شكله حلو اه ويبقى عملنا حاجة متكاملة مش مجرد بس ان احنا تعلمنا زي نرسم الجسم من غير ما نتعلم ان احنا اه نعمل شخصية حقيقية هعملها شعر مبدئيا كده يعني شكل الكروكي للشعر وبعد كده هنحدده بعديه وايه هحدد الايد بصوا بقى ايه رقيقون غير شكل الايد بحيث انها تبين كأنها بتتحرك او كأنها مسلا حط قضيها في وسطها زي ما انتو شايفين كده بمجرد بس ما عملت الايد كده الشكل تغير تماما وهارجع احدد الجسم تاني هحدد اللبس بتاعها كأنها لبسة فستان الكولا الجيب بتاع الدرس وهحدد الوسط زي ما انتو شايفين بحدد كل الخطوط عندي بحيث ان ابقى مستقرة على الرسمة بتاعتي ويلا بينا بسرعة اواريكم ازاي نظل هبدأ التظليل بقلم خفيف ممكن مثلا اتش بي ممكن تو بي زي ما تحبه التو بي بيبقى نعم شوية ممكن تظلله بيه هحدد الكسرات اللي بتبقى في الجيب بتاعتها وهبدأ احددها الكسرات بنظللها عن طريق انه بيبقى في جزء غامق وجزء فاتح فيديني الكسرات اللي هي التانية بتاعت القماش دي هوريكم ازاي دلوقتي سهلة جدا وبتطلع شكل جميل زي ما انتو شايفين الجناب بديها ظلال والكسرات بحددها كده بحاول احدد بالالم وهو مايل علشان ما يحفرش معايا في الورقة ويديني تظليل ناعم مش تظليل خشن وانا عملت قدامكم هنا مثال كسرة والبقين كلهم هيكونوا زيها زي ما انتو شايفين غامق ومتدرج على فاتح من الناحية تاني يارب تكونوا فاهمين قصدي وهبدأ اطلع اظلل الفستان من فوق ارغب تجليل خشن ازالنا اطلع اطلع خشن اطلع في الورقة ومتنع احدد الكسر. ويخلص الجزء ده. شايفين ممكن اخفف باستيكة الفحم? لازم يكون عندك استيكة فحم بجده هتفتكو جدا. بخفف حاجة القلم تقل معي هنا. استيكة الفحم هي اللي بتنقذ في المواقف دي. لوش زي ما انتم شايفين بيكون دايرة بنازل منها الجزء المسلس ده زي ما انتم شايفين. طبعا صعب اشرح لكم على المساحة الصغيرة دي. لكن ان شاء الله يكون لنا آآ فيديو بورتري مخصوص ونتكلم فيه عن البورتري زي ما انتم شايفين الدايرة بنقسمها مصين وفي النص بتاع الدايرة بيكون موجود العين. وفي اخر الدايرة بنكون بنحدد الانف. فالرسمة دي صغيرة معلش مش واضح فيها قوي البورتري لكن ان شاء الله هنعمل فيديو بورتري كان. هحدد الشعر بتاعها. آآ انا مسحت شوية كده من الملامح حسيت ان هي يعني عينيها كبيرة شوية بس هنزبطها برضو في الاخر. هحدد الشعر الاول وشعرها طويل. وصل لبعد آآ الظهرها شوية. وحددت زي ما انتم شايفين كده العين خلو بالك. وما بنرسم اشخاص يعني كده مش لازم العين آآ تفاصيل التفاصيل لا زلال مجرد زلال خفيفة توضح لي بس ملامح الوش. وهزلل برضو حوالين الوش. اكيد الوش بيبقى افتح حاجة تقريبا في التزليل يعني حسب طبعا لون البشرة لكن عموما يعني بيبقى افتح حاجة في التزليل. الرقبة بتبقى درجة اغمق شوية. والايد والرجل برضو بيبقوا فتحين لانهم معرضين لضوء. فاي حاجة متعرضة لضوء بتبقى فتحة. اي حاجة مش متعرضة لضوء بتبقى اغمق شوية. بحدد خصلات الشعر اللي بايدة من ورا دهرها وكمان احدد الشعر نفسه حوالين الوش علشان يظهر الوش اكتر. كده واي ملامح او تفاصيل قبل ما ابدأ في المنطقة بتاعة الرجل علشان آآ انهي الرسمة بتاعتي. شايفين سهلة زي? اسهل من السهولة. هحدد الرجل او القدم كده. وزي من شايفين. آآ ما عملش حاجة. ظللت الاطراف يعني اغمق شوية وفي النص فاتح علشان يديني الكيرف بتاع الرجل. اتمنى كون الرسمة سهلة. ارسموا وبعتولي عايز اشوف شغلكم. آآ ويمكن تنزلوا على الجروب بتاعنا اللي على الفيسبوك. آآ هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. واعملوا لايك على الفيديو. لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ما يفكوش اي فيديو. من الفيديوهات اللي بتنزل. عايز اعرف رأيكو تحت في الكومنتات الرسمة حلوة ولا مش حلوة. وما تنسوش تابعوني على جميع معواقع التواصل الاجتماعي. فيسبوك وتيك توك وانستجرام. ودلوقتي اقول لكم سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة